لسه بشرفني منوارني النجم الكبير كابتن هاني رامزي كابتن هاني انا بقدك كده بروح معك كلاعب وكاعلامي وهروح معك شوية كمدرع ونرجع تاني لفك فيهم لفات كده انا عايز تبقى القعدة فيها درداشة اكتر كل ما يبقى فيه جهاز فني اجنابي للنادي الاهلي يقوله كابتن هاني رامزي مع الجهاز الفني الجديد اي جهاز فني اول اسم بيتقال في الاعلام كله كابتن هاني رامزي بس حالوقتي كابتن هاني رامزي ما اشتغلش مع النادي ده ده ايه سببا كمدرب طبعا اه طبعا يعني اه طبعا فيه الاسم بيتراضي كتير لكن اه دايما اه اللي كان يعني وارد يمكن مش فاكر كان اسمه ويه المدير الفني وكان قال برضه ان انا هكون متواجد لكن مفيش كما كانش فيه اه لا صارت ياه ما كانش فيه اتصال يعني مباشر مع طبعا او حد من الادارة او مجلس ادارة اتكلم معايا وبالتالي ما كنتش اقدر حتى اطلع اتكلم ان كلها يعني كلها تصريحات من بره مفيش حاجة واحنا يعني متعودين في النادي الاهلي لازم نجيب يعني الخبر من المصدر ولازم يكون الحاجة مؤكدة لكن مفيش شك طبعا انا يعني من زمان من بعد ما بطلت كرة نفسي اكون موجود في النادي الاهلي بشكل او باخر يعني حتى وانا لعيب رجعت في 2006 وكنت عايزة اقاضي سنة في النادي الاهلي وبدون مقابل كان مانوش زيه كان الموديل الفني وقلت ان انا عايز انهي مشواري في النادي الاهلي كرد الجميل ما فيش شك طبعا انك تطلع ولد صغير عندك 19 سنة وتخرج من النادي الاهلي في الظروف يعني في التسعينات ده كان يعني النادي الاهلي فتح لي بصراحة طريق ان انا احترف بشكل بشكل كبير جدا فاكيد نادي الاهلي بيتي وعايز اخدمه في اي مكان لكن كمان من الان اتشارف طبعا كمان وجودي الوقت كاعلامي في قناة النادي الاهلي لكن طبعا اكيد الحتة الفنية او كمدرب دي الحتة اللي انا بحبها وفي اي وقت طبعا النادي الاهلي يقول لي تعالى هكون موجود اكيد يعني هكلم حراك بصراحة يلا بينا يتقال الكابتن هاني نمزي شخصية قوية فنيا مدرب كبير فلما بيشتغل مع مدير فني اجنبي من اخر كده بيبقى اشتحته طوعه دي السمعة بتاعت الكابتن هاني نمزي في الماركت اللي هو لا ده راجل صاحب شخصية وراجل لها وراء فنية كبيرة فالمدربين الاجانب بيزعلوا منه انا حاولتها صيغة بالطريقة الصفات اللي بتقولها مش عيب لكن بص يعني مش عيب طبعا انا بقول النار بتخوف لا مش تخوف يعني بالعكس يعني على فكرة المدير الفني الاجنبي لما بييجي وبلاقي رأي والرأي الاخر بيتدست يعني انا وجهة نظر الشخصية وبتعامل بالاساس دوت ان انا كمدير فني اه ليه السلطة وليه الكلمة الاولى والاخيرة لكن كمان معايا الصف بشتغل بهم والناس وانا ما اقولك انا متأسر شوية بالمدرسة المنية لاندي شفت ده ان المدير الفني ما اقدرش يعمل كل حاجة وساعات دور الرجل التاني بيكون دور قوي ومؤثر جدا حتى لو في الكواليس ما فيش مشكلة فانا دايما بقول رأيي من خلال رؤيتي لان انا مش بحب اقول دايما اه انت صح اه انت صح لا فيه مواقف معينة لازم اوضحها لكن لما الامور بتخرج في الاطار العام لازم اكون مع الجهاز الفني لما فيه قرار طلع بشكل معين حتى لو كان عندي اعتراض او وجهة نظر مختلفة لازم اطلع واقول لا ده قرار الجهاز الفني اكمله لان المناقشات ومسلا اعارف في حاجة معينة لازم تكون في الغرف المغلقة ويبقى لكن لما يطلع قرار من المدير الفني ده قراري وده رأيي يبقى كلنا سوفورت لهذا القرار وهذا الرأي وده انا قابلته في رحلتي مع المنتخب خلال رحلة مع اجيري كان ليه وجهة نظر مختلفة شوية خاصة في موضوع القايمة ويمكن الناس قالت لي طب ما طلعتش ليه انت جاي بعد ما خرجنا مثلا تطلع تقول ده كان فيه اعتراض طبعا ساعة ما كنا قريبين جدا من البطولة كان صعب جدا نطلع في السوشيال ميديا حيبقى فيه هزة شوية في الجهاز لكن وصلت صوتي مثلا للي كابتن شبير وصلت صوتي للمهندس هانا بوريدا لحازم امام لمجد ابن غني اعضاء الجهاز او مجلس ادارة على اساس يعودوا مع الراجل ويتكلموا فالدور المهم جدا خلي بالك الادوار اللي انا شفتها بره الدور الرجل التاني مهم جدا لكن القرار الاخير والنهائي للمدير الفني فالتعامل مع الحتة ان انا ليه رأي اكيد هيكون ليه رأي كابتن هاني لما حراجه تريد ان انت وصلت المجلس ادارة تحدي الكورة حراجه تتكلم على تجربة اجيري الشيء مش يوسكار يعني وصلت المجلس ادارة بعض المشاكل او بعض الاخطاء او بعض الامور الفنية اللي انت شايفها مش صحيحة اي حاجة انا كانتش امور فنية بشكل كبير لكن اسماء في القايمة النهائية للبطولة هي دي اللي كان فيها تحفظات